برحب بحضراتكم البيت الكبير لسه مستمر وفقراتنا الحوارية دي مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار في فترة التسعينات وكانت له الحقيقة بصمات مضيئة أو بصمات واضحة مع الفريق الكروي وأيضا في البطولات اللي نجح الأهلي في التتويج بها خلال الفترة دي تحديدا منورنا الكابتن جمال مساعد اللي برحب به وأكيد طبعا هنتكلم معاه في ملفات عديدة جدا خاصة بفريق الأهلي وخاصة بمباراة أبو إير للأسمادة إزاي لتتم الاستفادة منها في المباراة المهمة يوم الجمعة المرتقبة أمام الزمالك برحب بك مرة تانية أسوس جمال ومنور البيت الكبير أنا متشكر جدا وأنا سعيدة أكون مع هاني اللي بقى لي فترة حبيب يا جمال حبيب ومساعدة أكون معك حبيب منورنا في البيت الكبير يا جمال وفترات كبيرة يمكن سيان في الانترو قالت مختفي شوية إعلاميا فعايزين نرجع زكريات تسعين وعايزين نتكلم على زكرياتك وكمان الفترة اللي قضيتها في النادي الآلي والبطولات اللي كسبتها ونقارنها ان شاء الله بإذن الله باستعدادنا للمباراة الهائية بس قبل كل ده يعني طمين عليك فينك دلوقتي يعني على المجال الإداري ولا على المجال التدريبي ولا بعدت عن الكرة خالص عايزين نعرف أخبارك لا انا بطلت سنة تسعة وتسين ألف أعدت لحد الفين وستة الفين وسبع ما بيدي عن الكرة مختفي آه مختفي آه كرة رجعت مسكت فريط النادي الآلي 98 اللي احمد اسر ريان وحمد حمدي وننتكلم عليهم مجموعة ديت آه وبعد كرة رجعت مسكت تاني عب شوي وروحت مسكت فريق ابو كبير ممتاز بي ممتاز بي آه وبعد كرة مسكت آه ائتسا برضو ممتاز بي رجعت تاني عب شوي آخر حاجة اللي هو المزمي اللي احنا في ده بالتوفيق طبعا آه شكلك ان شاء الله يعني المجال التدريبي مشيت بي بشكل كويس يعني خطوات كده من اكاديمية النادي الاهلي اللي الممتاز به للرجوع مع جيل هنتكلم عليه لان اللعيبة يعني مميزة جدا الفترة اللي ظهرت فيها يعني بس طبعا سنقا بس مقل طبعا في ظهور الاعلامي يعني بدرجة كبيرا كابتن جميل ولكن احنا النهاردة يعني عندنا ملفات كتيرة جدا ممكن نتكلم فيها مع حضرتك مهم الموتش بتاع انبارح يمكن فيه عدد من المكاسب او عدد من الحاجات اللي ظهرت في مباراة انبارح الاهلي ضد الاسمدة ابو اير او اسمدة ابو اير اكلمني عن اهم المكاسب دي من وجهة نظر او من خلال عيون كابتن جميل هو مصر مسلمين من مدربين الكاسين جدا يعني انا من شكله في الملعب الفترة اللي هي الشهر اللي فات او الشهرين اللي فاتوا مدرب بيلعب على النهاردة في ايه في المباراة دي فيها ايه اه محتاجة المباراة محتاجة ايه بالزبط اعكسا مدربين كتير مدربين كتير ممكن بيبقى النهاردة انا با الموتش ده زي اللي قابليه زي اللي بعديه مواقف الملعب الحاجة بتاعسا في الموتشات ما بيشتغلهاش لانه هو شغال كده بسيستم معين وما بتتغيرش لكن الراجل دوت لا يعني بيلعب على النهاردة انا محتاج ايه النهاردة فيه مثلا فيه ماتش كان اخر القابل دوت كان لما كان الطرد لعيب فكان بيكلم اللاعيبة على الموقف الماتش ده بالذات انه ألعب ألعب بس كتير بس كتير بس كتير مباراة ديرمت وكابتن هاني يعرف بعقورة يعرف انه انه ممكن النهاردة ممكن واحد يترد منه لعيب وما يستفادش من الطرد ده يقد المباراة هي بشكل واحد ما فيهاش تغيير لك الراجل دوت معنى ان انا بكلم اللاعيبة انه في واحد مطروض نقص عددي انه لازم اوصل الكرة للرجل 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 عشان ابدأ اشوف النقص العددي للعيب اللي موجود في الفرقة في خسمي فهنا قعد رستحوز كتير ده طبعا حاجة كويس احنا كلعيب الكرة او مدربين بنعرف المدرب النهاردة هو محتاج ايه والفرقة عاوز ايه واشتغلها ازايش اصدق تقول ان الموسماني ماشي مباراة بمباراة يعني ماشي مباراة مباراة ان انا اه ماشي مباراة مباراة ما فيه مدربين يبقى قاعد النهاردة انا بلعب النهاردة اطرد واحد زي ما اطردش هو هو الشكل هو هو مش بستستم محفوظ مش بستستم محفوظ بلعب لكن انا ممكن النهاردة ممكن مسلا عندي نقص في المكان ده قادر استفاد بيه بيشتغل في المكان دوت بس طبعا بيبقى لازم انا معاود اللاعب على الاستحوز في الملعب ان انا مش مجرد ان اقول باس 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 وخلاص لازم اكون انا بشغالها قبل كده ان انا بستحوز ليه فانا كمدرب ببقى قاعد بتفرج على المباراة او متابع المباراة مش مجرد ان انا بلعب النهاردة زي الماتش اللي بعديه زي اللي بعديه هو طبعا بيشتغل كل مباراة بالتاكتك اللي محتاجها المباراة نفسه ويمكن مباراة مبارح خلينا نشيد الاول بطبعا ابو ايرل اسميدة لانها عمل مباراة اكتر من رائع يعني امام النادي الاهلي امام خصم كبير لكن ظهر بشكل اكتر من رائع ومعانا دلوقتي طبعا اكيد على التلفون المدير الفني طبعا فريق ابو ايرل اسميدة الكابتن الكبير احمد الكاس مساء الخير يا كاسف حبيبي منور الدنيا حبيبي حبيبي منورنا في البيت الكبير وعايز اقولك يعني كان مبروك بس مبروك على الاداء مبروك على الشكل الرائع اللي ظهرت به امام النادي الاهلي واحمد الكاس طبعا خبرات كبيرة جدا جدا كلاعب يعني من طراص فريد وكمان على مستوى طبعا التدريب يعني يحدث ولا حرج وده ظهر مبارح امام النادي الاهلي منورنا كاسف كابتن هاني وأولا طبعا برحب بك وكابتن جمال مساعد معك كابتن جمال مساعد معك طبعا برحب بك وطبعا أنا خائد جدا موجود معك كابتن هاني وبرضا في خناة النادي الاهلي عشان حتى نقول للناس ان الامور كلها جميلة سواء هنا او هنا وهنا وانت عارف قد ايه العلاقة كانت بنا وبعدنا اولا طبعا بقول للنادي الاهلي مبغيوك طبعا على نفس اولا كل ان فريق ابو الاسم ده يعني يلاقي فرقة زي فريق نادي الاهلي فريق نادي الاهلي فريق كبير بطل الدوري وبطل افريقيا وبطل العرب فريق كبير جدا واسم كبير جدا وتاريخ كبير جدا ده وقف كأدارة او جمعور او الكلام ده كله معروف لدى الناس كلها كن ان انت تلعب قصد النادي الالف اده شرف لابو الاسم الحمد لله رب عالمك كان هدفنا ان احنا نعمل اداء مشرف اذا كانت ان ديكة هتبقى كويسة كان الحمد لله لكن حتى لو كده فانت بتقول الحمد لله لان احنا ادينا مبغراء مش مع فريق ساخن فريق محترف فريق كبير واسم كبير وكون ان كنت تلعب مع النادي الاهلي كان شيء صعب اوي عشان تحفظ كمان اللعيبة ان كنت تلعب ازاي وتظهر بمظهر مشرف وتخرج بالنتيجة اعتقد ده شيء يعني اسعدنا لا انا بقيدك لان ظهرت بشكل اكتر من رائع كاس بصراحة وفي اوقات كان حتى احراز الهدف وكتوق رايبين لاحراز التعادل لكن دايما مباراة الكاس بتبقى فيها مفاجآت لكن خلينا اتكلم على يعني جزء خاص بقى بمباراة النادي الاهلي ونادي الزمالك وانت من اللعيبة الكبار جدا على مستوى الدولي لعبت المنتخب مصر وكاس العالم لعيبة ممتازة ولعبت في نادي الزمالك عايزين ناخد رؤيتك ان شاء الله مش لمباراة الاهلي والزمالك من ناحية الفنية لكن نبذ التعصب ازاي نوصل مباراة الاهلي والزمالك يوم 27 عشان مصر هي تكون الكذبانة ان تظهر مصر بصورة رائعة وكمان مباراة تليق باسم كيان كبير زي النادي الاهلي وكيان كبير زي النادي الزمالك بصها كابتل هاني وانت عارفك ايش او ادي العلاقة بيننا وبعدنا في المنتخب حتى على صعيد المحل ان احنا في الانداء والكلام ده كله احنا كلاعيبة مع بعضنا صحاب واخوات برا ملعب وجوه الملعب انما وجوه الملعب ممكن كل احد بيدافع عن فرقته وعن اسمه منقول بيدافع في منافسة في منافسة وليست معاركة انا دايما بقول الكلمة ديت وقلتها اكتب مرة ان احنا فيه منافسة ما بين الاهل والزمالك وليست معاركة بين الاهل والزمالك وده يعني اللارض ده مهم قوي لان معظم الناس بتدفل مبارا ان هي معاركة معاركة زي احنا مصريين وفي نفس الوقت احنا احنا اخوات وصحابه وبنتقابل مع برا ونخرج مع بعض برا دي علاقة طيبة ومستمرة حتى وقتنا هذا ووجود النهار ده فقناتنا ده اكبر دليل ان احنا لازم نشير حتة بك فيه م étant بين الاهل والزمالك لا لا اännحوا احد خطبية الكرة ونقولوا مثلا ان pic في أفريقيا والعربي على الشرق الأوسط. لكن هناك مباراة تتعلق باسم النادي الأهل والناس زمالي. موضوع مستهد. موضوع كبير جداً. حتى نموذج مشاركة للناس كلها. إنما لا نريد أن نسقط في حتة أنا نفس النادي الأهل يأخذ البطولة. كابتن هاني نفسه نادي الأهل يأخذ البطولة. هذا شيء جميل ورائع. الانتماء والناكتلة تبقى منتمن للأهل أو زمالي. هذا شيء جميل جداً ورائع. وحلم مشروع. حلم مشروع لكل الطرفين يا كابتن أحمد. كابتن أحمد أنا عايز أتكلم عن شكل أبو إير اللي تغير تحت قيادتك. وبتستعد للموسم اللي جاي خلاص. وإحنا يعني على أبواب الموسم الجديد يعني كلها كم يوم يونطلق. كابتن أحمد الكاس بيستعد للموسم الجديد إزاي؟ والله يمكن الإستعداد كان قوي أو شابس يعني. أفضل إستعداد. فجمع لك يعني. وده إنجاز في حد ذاتهم. أفضل يعني. فان حتى يعني. أنا جيت عندي السؤال ده والصوت قطع ما شاء الله يعني لو حضرتك توقف في حتة فيها سيجنل يبنى كويس لا ده قطع وأكتر أكتر بزيادة مش حايري طبعا طب اتفضل كده اتكلم اتفضل يا كابتن اتفضل يا كابتن وحضرتك توقف في حتة في حتة فيها سيطاع جدا توقف من المباراة التي قمناها بشكل مشارك وحصول أنه دائما خاصة يا كاسون على المكسب المعنوي كمان بالنسبة للعيبة يعني أنت تقدر تقول اللعيبة أنه قادرين تظهروا بشكل أكثر من رائع واللي عملته يمكن المباراة الجيدة جداً اللي عملته قدام النادي الأهلي تكون دافع كمان للولاد أن أنتوا تحققوا إن شاء الله السنة اللي جاية السعود للدور الممتاز لأن السنة اللي فاتت بصراحة برضو يعني الفرقة ما كانتش بعيدة يعني لغاية الأسابيع الأخيرة كنتوا قريبين للسعود للدور الممتاز فدي كمان خطوة أنك بتحفز للولاد إن كلها قادرين تعملوا كرة حلوة قادرين تقدموا كرة حلوة وبالتالي النتائج تتحسن إن شاء الله السنة اللي جاية وتبقوا موجودين في الممتاز إن شاء الله إن شاء الله وطبعا خلت بقية تحسي اللعبة إن كنت تتحسن وإن كان قبل كده كان طموح أو حلب دلوقتي بقى المفروض إن كنت بقى هدف بالنسبة لك إن كنت تفعل إن كنت تلعب وتتطلع في الدور الممتاز تبقى موجود بين أنديت الدور الممتاز أمر سهل جدا الدور الممتاز بها أصعب أول كتب تعمل مركز واحد أكيد المباريات تحت صعبة جدا وكابتن جمال كمان معنا أكيد بيأيدنا إن المباريات الممتاز بي بتبقى أصعب كتير جدا جدا من الممتاز نحن نتمنى لك التوفيق يا كابتن أحمد كاسو وإنت مشرفنا كلعيب ومشرفنا إن شاء الله بإذن الله كرير تدريبي على الأعلى مستوى وإن شاء الله بإذن الله يعني تحقق حلم لعبتك وحلمك إن شاء الله السنة الجاية تكون موجود في الممتاز ونكسب مدرب واعد زي كابتن أحمد الكاس شكرا لك شكرا جزيلا طب بمناسبة كابتن أحمد الكاس إيه تقييمك لبطولة كاس مصر لحد الوقتي والفرق الأربعة اللي اتأهلت لخلاص للدور قبل النهائي كابتن جميل طبعا الماتش بتاع الأهل اللي برح كان المسلمين بيلعب على الحتة إنه ما كانش بيبص للماتش ده قوي قد ما هو كان بيبص لنهاية بطولة أفريقيا ليوم الجومة أه كان فيه ناس كتير مريحة أه بالنسبة للممتاز به الفرق اللي هي بتبقى الدرجة التانية دي بتبقى متشاط صعبة جدا لإن كل اللاعبة اللي بتبقى موجودة في الدرجة التانية والتالتة لما بتلعب قدام فرقة كبيرة بيناموا بادري وبيعملوا كل ما تتخيلي إنه هو عشان يزبط أوله عشان يتسوق أحد يشوفه فبتبقى متشاط صعبة اللي هي بتبقى الدرجة التانية دي بتبقى متشاط صعبة جدا طبعا أنت عارف إن خلاص النادي الأهل اللي قبل النهاية على لعب الاتحاد السكندري والمبارة الأخرى اعتقد النادي الزمالك أمام طلاق على الجيش ماتشين قبل النهاية دول الأهل مع الاتحاد والزمالك مع طلاق على الجيش وانت عارف إن بطولة والنادي الأهل دايماً بيسعى للبطولات شايف مبارات الاتحاد تمكن نتكلم قبل أولها شوية لكن كمان بنتكلم على بطولة شايف مبارات النادي الاتحاد هتبقى عاملة زي للأي عالطول في مبارات الاتحاد والنادي الأهلي أو مبارات صعبة أنا روحت الاتحاد انت عارف أن اللي قبت في الاتحاد حوالي ست مواسم أو 6 مواسم أو متشاط ريخ مجمهرية ومتشاط بيقوليها اهتمام واخذون ده دول الأربعة لكن في الآخر النادي الأهلي بتفوج على على الاتحاد يعني لما ترجع عشرين سنة واربط بس لأن النادي الأهلي بيكسب الاتحاد على طول يعني استثناء مثلا متش أو متش تاريخيا طبعا في صالح النادي لكن تعرف متشاط كاس متشاط كاس بتختلف شهاية الأجواء والنتائج احنا ساعات بنشوف بعض الفرق الدرجة التانية ممكن جدا في الدور مثلا في كاس انجلترا ممكن فريق من الشامل ياخد الكاس بس ان الاتحاد السكندري زي ما بقولك أنا لعيبت في اه طبعا فريق كبير ومحترم لكن هوا هي فرقة كويسة بس لو النادي الأهلي بيلاعب فرقة درجة تانية بتبقى أصعب جدا يعني هو بيلاعبه في النهاية وقبل النهاية بتبقى أصعب جدا يعني تعتقد مباراة يا بوئير هتبقى أصعب من مباراة الاتحاد الاتحاد أسهل الأهل والاتحاد بيبقى أسهل مباراة دي اه 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 بيبقى أصعب لك الحاجم الفرقة بتعادل درجة التانية والتالتة حتى بيبقى فيه لعب بعد احترم لأحمد الكاس بتبقى فيه برضا عشوائيات بتبصت لقي اه اه الناس بتجري في اي حاجة في الملعب اه بيدفعوا كتير وخلاص ينزل لحد الثمنتاشر ويقف لكن فرقة زي نادي الاتحاد بتساحل على فرقة النادي الأهلي ازاي تلعب يعني بتبصت لك بيبقى عاوز يهاجم هو عاكس من يكسب بلعبوا كورا يعني ان شاء الله ما انت عارف كم ده مش هيفضل مدافع تسعين دقيقة هو اما هو لو دافع تسعين دقيقة وجي في الجول هيتطر يغير من طريقة لعبه عشان يبدأ يهاجم عشان يبدأ هاوز لكن بتبقى أسهل من الدرجة التانية والمتصفية انا كنت جوكر في نص الملعب وكنت لعيم مميز جدا في نص الملعب الدفاعي والهجومي عايزة تقييم حضرتك دبعا بخلاف الأطراف بس انا عايزة تقييم حضرتك دلوقتي اللي ثلاثي وسط الملعب نتكلم على ديانج على حمدي فتحي وعلى السولية تقيمتهم ازاي؟ هم الثلاثة ما شاء الله يعني لعبه فكريا عالي بيقف كويس في الملعب بتحرك كويس بدنيا عالين كل واحد مطلوب منه حاجة وكل واحد ليه مميزات في حاجة واحد بيدافع كويس واحد بيهاجم كويس بيدافع ويهاجم يعني حسب دور المدرب عاوز من الاتنين اللي موجودين اللي يبقوا موجودين في الملعب هو مدام مطلوبة ممكن واحد يستنى واحد تاني يزيد على حسب المدرب هو عاوز يشغل الناس دي ازاي؟ من أكترهم لفت نظر كابتن جمال؟ التلاتة كويسية التلاتة كويسية التلاتة مشاء الله أحسن خط نص في مصر أكيد أكيد ده أنا أتفق معك تماما لأن التلاتة ليهم التلات مميزات اللي أنت تختارهم عامر السلية بيقوم دور دفاع ويهجوم عندك ديونج نفس الكلام حمدي فتحي نفس الكلام ده دانجا ده كمان يعني ده أحسن أفريكي يعني في السنين اللي فات دي كلها يعني لما تلاقي تفندر بالشكل دوت بيعرف يقف وبيعرف يلعب وبيعرف يهاجم وبيعرف يدافع وبيعرف وبعدنية كويس لا أليلة شوية صحيح لما تلاقي في العب بالشكل ده كده مظبوط أنا أتفق معك كذا عشرة مجدي أفشا يعني هو ما فيش اللي هو اللي بيلعب في المكان دوت حاليا في النهاية الأهل يعني كان ممكن يلعب في المكان ده بس يعني مش عارف ما بيصولوش ليه كان أحمد حمدي حيانا مرسل ما يلعب في المركز هنيجي لأحمد حمدي لأن أنت من الناس اللي دربتها أحمد حمدي العيب كان مميز جدا تلع عرى للجونة أدى بشكل كويس وأعتقد دلوقتي تم بيعه بشكل نهي لكن كلمنا على الفترة اللي انت دربت فيها اللي انت الأسماء أحمد ياسر ريان ماشي بشكل رائع أحمد حمدي كان مين كمان معك في الفرق وفوز الحنوو وفوز الحنوو كان معي حتى وانا أخدته إعارة لنادي الاتحاد اللعيب كان مميز رأيك إيه في الإعارات للنادي الأهلي اللي بيقوم بيها يمكن السنين اللي فاتت وبعض الناس كانت بتنتقد النادي الأهلي لكن المكاسب كلها عادة تاني للنادي الأهلي بتتكلم مع أحمد ياسر ريان بتتكلم على أكرم توفيب بتتكلم على ناصر ماهر بتتكلم على صلاح محسن دول الولاد اللي تقريبا رجعوا من العرب بجانب طبعا محمد شريف يعني هو فيه ناس بتبقى أنا مش محتاجة النهاردة أو مش محتاجة في الموسم ده ممكن يطلعوا لكن فيه لعيبة ما كانش دينفع تطلع يعني مثلا ناصر ما كانش يخرج لأن ناصر برضو بيجيد حتة دي فندر المهاجم وبيحتة اللي في الإطراف بيعملها كويس وممكن يلعب مكان أفشا ده برضو كان مفروض أن هو كان يبقى موجود في المكان سوى خرج برضو كابتن جمال خرج واتطور لأنه برضو كان بيلعب مركزه شوية طرف شمال وعشرة كانت مشغولة شوية بعض اللعيبة فاتطور في سموحها لما راح لا طور نفسه وطور أدائه عشان كده رجع تاني بتكلم هي الفترة الانتقالية داية هي بتطور اللعب بشكل أفضل أكيد طبعا هو لما يبقى موجود في الناد الأهلي ويبقى قاعد لا لما يروح تبقى بار ويلعب يلعب مثلا 30 مباراة في الموسم ولا 20 مباراة تبقى طبعا أحسن ما هو يبقى موجود قاعد هي ما هو هنا كابتن أنا على حسب أنا المدرب أنا محتاجه دلوقتي ولا مش محتاجه وممكن مثلا أنا أبقى محتاجك وملعبكش وممكن يبقى وإنت ما تستهلش أنك تروح وابدل ما أعيدك معايا وأعيدك ومتلعبش أنا دلوقتي كمدرب أنا محتاجه يبقى موجود ويلعب ولا مش محتاجه مش محتاجه خلاص بيطلعها هو يستفاد ويرجع لي بعد الموسم الأعراض يرجع لي وقف على رجلية بدنيا واستفاد وخد خبرات ماتشات وأنا استفيد من وأنا استفيد من طب رامي ربيعة النهاردة برضو يمكن من المكاسب أو يعني خلينا من الإيجابيات عودة رامي ربيعة ونهاردة ده بيفتح لموسمان يمكن خيارات خلينا نقول في مركز الدفاع تحديدا بتشوف عودة رامي ربيعة إزاي وإيه المدى الاستفادة منه ممكن لو شارك بإذن الله في المباراة النهائية يعني يعني أنا ما بحبش أن يكون حد مصاب بقاله فترة طويلة ويجي ويجي ويأخد ماتشات على طول يعني بيأخد وقت في وقفته في الملعب وخصوصا دي ماتش نهائي لا بيبقى الموجود أحسن حتى لو هو أعلى لو رامي أعلى من اللي موجود لا اللي موجود أحسن يلعب بس عودة رامي كان فترة قعد فترة مصاب ويمكن المباراة بتاعت المباراة مش حاولك ترجعه كأساسي بس بيكون بيكون أنت عارف أنت مدرب كبير لما يكون عندك عدد كبير من اللعبة الجاهزة حتى أنت أكيد مدرب وعارف أن ممكن جدا أدواتك اللي بره هي اللي تخش تعمل الفارق يعني لما يكون كل عدد عندك بره زيادة واللعبة كلها جاهزة بشكل كويس لا ده بيديك إضافة أنك ممكن وارد جدا تحتاجه من خلال المباراة كويس جدا أنا كمدرب بيحب يبقى عندي 30 لعيب جاهزين مش 100 لعيب جاهز بس هي المشكلة أنا ممكن واحد مصاب جاي من بره تمام المباراة هي بتتلعب ممكن تخلي الرجل ده يزيد قوي وما يبانش أنه هو مصاب خالص وممكن المباراة بفيه ضغط الجامج جدا تأثير في نص الملعب في أي حتة في المكان تبصت لا ده هنا بقى أنت هنا واقف وانت عارف كلمة أنا بقول ليه واقف بقى على رجله ومحتاج حد يشيله ولا هو واقفي شايل الناس أنا يعني مثلا دلوقتي ممكن اللعب اتنين مصابين ما بلعبوش بقى لهم فترة طويلة جدا زي أمانو جزيلة ما كان بيعمل كان ممكن لك حد يقول لك ايه ده مشتاق لك كورة بقى لهم كتير ما بلعبش وممكن اللعب لتلت ساعة أو نص ساعة يكسبه ودي بتحصل إنك انت بقى لك فترة ما بتلعبش وتيجي بيشكل كويس عملها مع شريف عبد الفضيل عملها كتير وعملها مع صابحة عبد حفيز تقريبا مش عارف فين جاب جون تقريبا الحاجة كده كان عملها كتير لكن أنا آآ أنزل واحد مصاب لا هو مش مصاب يعني بتكلم على رمي راجع بقى بقى له فترة غاية يرجع يلعب هنا هنا المباراة بقى المباراة هنا بتساعده ولا انت نزلتك سيبتو مساك جبتو جول واتنين وتاردة خلاص مش هبقى فيه ضغط عليه مش هيبقى المباراة بساعده انا قلت ده ماتش صعب انه يبدأ يعني المباراة صعبة طيب حرجع تاني انت فاجر ان ده كان كان رمضان صباح لما كان لعب بالبوترب بتاعت أم أفريقيا كنت تاني هنا فقالوا لي يلعب كان مسك قبل موسيماني فيلر فيلر اه يرجع يلعب ولا قلت له ما ينفعش يلعب لو لعب حاجة من الاتنين والله كي هانك زي ما قلت لك قلت له من لا يتعور لا يتعور لما مش تاخد منه حاجة لان الراجل ده طلع كل ما تتخيله في جزء ده في خمستاشر يوم في بطولة كاملة طلع كل حاجة اه بعد البطولة بعد البطولة ما ينفعش أجيبه يلعب لان انت بتلعب على بطولة وهتنزل تلعب لحاجة محلية وانت كل الطموح اللي عندك انت موصله للبطولة دي لما ترجع تاني تبقى حاجة أقل شوية بخصوة ان انت كنت بتجري كتير وعملت أقصى ما عندك اللي عبت صاب هو المجهود الكبير اللي عمله لكن انا عايز اكدك لنقطة تاني وإيه رأيت فاحمد ياسر ريان احمد ياسر ريان من دمن الولاد كنت شايف دوت كابتن وانت بتمرنه كان عنده كام سنة ساعتها وقلت ان لا ده ممكن يبقى لعب كويس لا بصراحة انا عبس اقول لك الحكة انا كنت مرشح ثلاث لعيبة يلعبوا در جوله من فرقتك كان فرقت تمانية وتسعين تمانية وتسعين اعم يعني كان فيه كريم كريم ندفد كريم كان معاك هاي اه كريم يحي اه اوكي وفوزي فوزي حناوي اه وإحمد ياسر ريان لا ما قلتش مرشح لا 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 هقول لك انا على حاجة كزا بس اصلا مش اكدب على لا لا اتفضل اصلي خلي بالك اصلي كمان الرؤية بتختلف اه انا بقول لك ممكن اللعيب في وقتها ما يدكش لا انا اقول لك الحكة فوزي الحناوي ده كان بلعب باكليفت بطولة وياسر روضان ما صفروش انا جيت مسكت الفرق مدير فاني رحتها ليكابتن عامل ديالة عبدالرقولة احمد حمدي كان بلعبو دفندر مش حاشا اه اول ما اول ما مسكت خط الاتنين دول اقول لتول ما يا احمد انسى انك انت تلعب دفندر دي خالص انت هتلعب بتاعت الفراو ده يانيحة الشمال يانيحة اليمي فوزي الحناوي هتلعب بارطوعة الفراو ده يانيحة الشمال يانيحة اليمي فوز عشوة. فوز عشوة. وقعدت اشتغل على الثلاثة دول. ان هما اجيب احمد حمد اللي بيلعب ديفندر. ديفندر عايز تحطه عشرة. احطه عشرة. وبدأت بقى اشتغل معهم هما الثلاثة. احمد دي سرران ما رشحتوش ولا مر. ليه? ليه يا كبير. انا كان عندي ثلاثة. كان الاتنين ماشيين كواس قوي. واحد دفين. كان عندك ثلاثة. ثلاثة. هو كان اقلهم. يعني هو كان اقلهم. طب اقول لك الحاجة. طب مفيش حد في الناد اللي اقرى الشحر والدرجة الولى. اه لا. يعني النقطة دي خلينا بس اتكلم معك فيها شوية. لان احمد ياسر ريان في الفترة. في الفترة اللي انا كنت ماسك فيها الالتحادسة كان داري طلبت. طلبت فوز الحدنوي واحمد ياسر. لان كان احمد ياسر ماشي بشكل كويس. اللي انت بتكلم عليه. انا بتكلم. انا بتكلم على. يمكن انت. لما كان هو عنده 15 سنة 14 سنة. مش بكلم. لا. مش بكلم دلوقتي. لا. ده اللي بتكلم عليه. انت كمان. انت في وقتها انت عندك اتنين رأس حربك وايسين جدا. بيجيب جوان. انت كان احمد في الوقت ده. وانت عارف تطور اللعب الناشئ. لا. ده ده في لحظة. اه بالزبط يسد لي سبعة شهور. اه بالزبط. لا انا بتكلمك. لما كان معي. تمان وتسعيني الكلام ده من حوالي. خمس سنين ولا حادي. لا. مفيش حد يعني. حتى وقاشب وزيت وسمو قمصان. مفيش حد حتى رشحه. حتى لما كنا بنجي نطلع. لعيب من السن الأكبر. زي ما احنا كان بيصل معنا. مكانش بيطلع. حتى عالي مال لما كان مسك. مكانش بيطلعه. لكن انا عاوز اقولها الحاجة بالاحمد. احمد. من اللعيبة اللي هي. كان يجي يقول لي. انا عاوز اطمار. وعاوز ازود. مكتهد. لا. ده هو عنده اراضة. هي دي اللي خلته. يطور نفسه. يلعب. هو كان كويس. بص هنا كان كويس في الثمنتاشر. لكن لما بيخرج برا الثمنتاشر كمحطة. ويمسك ويشغل. مكانش موجود. لكن هو في الثمنتاشر. كان كويس. يعني ايه. على فترات. يعني انت في لعيب انت تحس كده ان هو ايه. هو فيرود. ولا مش فيرود. ولا مش. ما تحسش ان فيه حاجة صريحة. مش عارف. لكن انا كان عند اتنين. كانوا جامدين انا. كان عنده واحد اسم احمد وعش. ده كان العدل بتاعتي. ما شاء الله. ما ده اللي بتكلمك عليه. النقطة اللي بتكلم عليها. وانت تأيدني فيها اكيد. لان في عندك لعيبة بتبقى عندها طموح. وعندها اسرار. وحتى لو كان في وقت من الوقات قليل فنيا. لكن يشتغل على نفسه. وعايز يتمرن. واعتقد يمكن السنتين ثلاثة اللي فاتوا. على المستوى التطور في الاداء. احمد ياسر حتى لما كان في الجونة. كان بيقدي بشكل اكتر من راعي. مع المنتخب الاولمبي. زي ما انت بتقول. هو هو لعب بوكس. يعني جوة التمنتاشر. بيحرز مثلا هدف غالي جدا لمنتخب الاولمبي. في النهايات. اه. كمان مع النادي الاهلي. اه. يعني ان شاء الله يبقى اضافة. ومع منتخب الاولمبي امام البرازيل. اه بص. اه. الفترة اللي انا بكلمك عليها. غير هو دلوقتي. اه طبعا. يعني هو احمد دلوقتي حاجب. انت فكر هادي خشبة لما. يعني انت بص فيه لعيبة. النهار ده انت مش شايفه خالص. اه بصد. يعني انت مثلا اقول لك الحاجب. بديجي انت انا مثلا عندك 3 فرا continuously انت عندك واحد بينزل واحد sarcastically. والتانى لما بينزل. بيجيب لك بيجيب لك الجوال. طب التالت لما بيجي يلعب ذاليا. مش موجود. خارفة كله له. او هو من لا. او هو هو مش قدي نياس اللي موجودين احسن منه احسن منه. في واقع منه. بالغاية. بس معرفوش يستغلوا موهبتهم يعني افتكر انه يعني البقاء اللي بيستغل موهبته ديت واللي بيحافظ عليها افتكر لان احنا عندنا يعني امثلة كتير جدا واللي بيقدر يشتغل عليها افتكر انه اهم حاجة الاسرار يعني في الموضوع ده هي فعلا زي ما حتك بتكلمي كده انه هو احمد بيشتغل على نفسه كتير اهو بيتمرن انا بقول لي هتكر ان كان بيجي يقول لي انا عاوز اتمرن وزود انا كنت اقول لي حتى التزويد هعمل لك ايه يعني ما انت يعني انت حتى لو انت عادت تتمرن تتمرن التمرين الكتير ده ممكن يخليك تنزل المارتش برضه مش شاف قدامها هي مش مسألة مسألة اه 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 انه هو موجود اعاوز يلعب اعاوز عشان كده ربنا كرمه هو وكامل اهل اهل يشوفوا تاني وطبعا ودلاتي هو ودلاتي هو ودلاتي يلعب يشتغل يشتغل في النادي الاهل يشتغل في اي حتك طب احنا عايزين نرجع معاك بقى الورا شوية ونتكلم عن المبارايات المهمة اللي زي اللي احنا ايه مقبلين عليها ان شاء الله بين الاهل والزمالك لما كنت بتعودوا بقى مع بعض وانتوا عندكم ماتشة مهمة جدا كابتن جمال ازاي كان بيستعد على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي كمان كنت بتعودوا تحفزوا بعض ازاي كان لعيبك كبار يعني قبل الماتش يعني كنا بنركز في الاسبوع اللي هو قبل مش هي مسا ساعة المبروة لا احنا كنا يعني اكيد لعبت النادل اهلي دلوقتي حاليا احنا كل الفرق بتكمل بعض او كل لعبة بتكمل بعض انك انت بتقعد تركز ما ينفعش ان انا مثلا اجي النهاردة افضل صغران طولي الاسبوع واجي النهاردة مثلا انها رايح 24 ساعة وارجع وابدا علعب لا دي مش في النادل اهلي هي اكيد دلوقتي اللعيبة دلوقتي كلها مركزة في المباراة اللي جاية بالبقى اكل كويس نوم كويس تمرير كويس معاصر بايتمام اللعبة كلها طبعا بتصال لكلها يعني بتي حاجات كتيرا ما هو ما احنا هو هو ده ما هو اللي احنا بنعمل بس بتزيد عن واحد واحد ممكن يصهر شوية واحد ممكن ينام بدري كنت بتصعر انا انا امرا انا امرا اشوف الساعة عشر ساعة والله والله انا داي من تنام بدري يعني انا مكنش هاجة اصلا انا قبل كده اقولولي ولتلوم لا معاد نومك معاد نومك يعني انا بنام الساعة تسعة ونص مش شوفش البيت الكبير لا بتفرج ساعات بتفرج بس مش كتير بصراحة تمام لا بتفرج انا عادة لا في الاول اول بس انا مش عادة ان انا عود اتفرج عليه لانه يعني كنت لعب ملتزم من بره الملعب وجوه الملعب وعم طمرا كنت بتخني كتير فعشان كده ايه دي اللي مؤثرة معاه في التطبيق لحد دلوقتي مؤثرة عليك خلاص بعمو انا دخلت كده في حت الكسط ان انا ان انا ممكن بقى عصبي يعني بتنافس كتير لا يعني خلينا نتكلم في الحاجات برضو الايجابية وانت عارف انت طبعا عشت الجزئية ديت قبل المباراة المهمة جدا يعني انت شايف برضو الفرقات انت اكيد فيه فرقات عن جيل تسعين او الكورة سنة التسعين ودلوقتي رأيك ايه في الموضوع السوشيال ميديا النيجادف او السلبية اللي بدأت تخش على خاصة يعني على مجال الرياضة بشكل عام وخاصة كورة القدم شفت ازاي ده وبتتابعه ازاي وبتقارنه ازاي زمان حتى ما كانتش ساعتها فيه تلفونات ولا الامور كانت اهدى ولا دلوقتي الامور اصعب يعني انت بتقيس ده ازاي لا هو السنين اللي فاتت حاجة واللي احنا موجودين فيه حاجة احنا دلوقتي فيه ناس بتسخن الدنيا وفيه ناس بتولع الدنيا لزمان احنا كان الجمهور دة والجمهور ده اه فيه مشداد وكل حاجة بس حاجات عادية واللعيب كتونها مع بعضية كويسة انت د되는 والارة فيه لعيبة بفيه لعيبة من نادز زمالك ومن ناده القلي يعني ممكن بتقى فيه تنشانة فيه تنشانة لكن انا حالياً انا شايف ان لعيبة نادز زمالك ونادر القلي هتلاهم يعني حتى في المنتخى باعدين مع بعض وكويسين وفش اي مشاكل فيش عHOك بس المشكلة بقى اللي حواليك لجانة بالنسبة لنا احنا لأ ما كانش فيه الكلام ده خالص ما كانش فيه خالص الكلام ده وده اللي نتمناه بين بعض اصحاب وزمايل وبيتضربوا مع بعض وكل حاجة ما كانش فيه الكلام ده ده ربنا يسطر في مواضيع عشان كده ربنا يسطر لان احنا يعني احنا ممكن نتلايب الجمهور كمان افتكرش الى الان الى الان هو احسن نتلايب من دون جمهور لان هو لو تلايب جمهور الاتنين بعد كده حتى لو الامن خرج مجموع الجمهور نادل اهل ومشيه هتقابلوا في حياتة تانية هتبقى فيه مشكلة كابتون جمال حتى لو فيه عدد من الجمهور هيحضر فهو عدد الولاي الاوي لو الف حتى احنا دورنا برضو يعني انت نجم كبير وبتأكد كلامنا ان الاجواء دي اجواء سلبية جدا وان التعصب ده حاجة يمكن جديدة شوية او انتشارها بدأ بشكل اعنف من زمان بشكل كبير نتمنى ان شاء الله مباراة النادي الاهلي والنادي الزمالج تاني تليه باسم مصر لان مكسب مصر يعني انت مجرد دي مباراة تاريخية ممكن ما تتعوضش تاني هذي المباراة ان تطلع صورتنا بشكل كويس وتبقى مباراة على المستوى الفني على المستوى التنظيمي بشكل كويس ده اللي نتمنى وطبع للاهلي برضو ده اللي بنتمنى اللي هو هيبقى موجود ايه بعد الماتش اللي هيبقى موجود الحاجات الكويسة يعني مثلا النادي قالي كسب خلاص النادي قالي كسب خلاص هيبان بقى اللي هتتكلم عليه كتير المشاكل اللي هتحصل لو في مشكلة هتبضل بقى العالم كله بيتكلم عن مشكلة وسب مين كسب ومين خد البطول صحيح نتمنى ان شاء الله يطلع الماتش اه طبعا الماتش يطلع كده على خير ان شاء الله انت شفت اياما كنا بملعب كان في حد بيموت ولا حد بيتعور من الجمهور ولا الكلام ده الناس كانت مختلفة شوية السوشيال مانديا اختلفت لكن كانش في حد خالص من الكلام ده ان حد يتعور وجمهور يضرب بعض لكن دلوقتي الناس بتموت النقطة دي هنفتحها مع كابتن فتح نصير في الفقرة اللي جاية وممكن نبدأ بها لانه كلام مهم قوي واحنا بنشكرك جدا شكرا 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 جمال نواطين حتفرج على البرنامج عشان انا بيحبه هو حبيبي واقعني مع بعض انا واني من مدرس الكورة يعني اتنم الساعة واحدة بعد كده عشان خطر الكابتن هاني لا انا اتفرجت والله كذا مرة وفي اعدة ساعة اتنين يومين والله بيتفرج لا انا بيتفرج بقت يعني ايه تاني يوم تاني يوم شكرا لكابتن جمال مساعد ضيف البيت الكبير ونور البيت الكبير بعد الفاصل الكابتن الكبير فتح نصير